اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام محمد عبداللهاب رحمه الله تعالى في باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا ولأحمد عن المطلب ابن حنطب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبى للغرباء قيل يا رسول الله من الغرباء قال الذين يزيدون إذا نقص الناس بسم الله الرحمن الرحيم ما زال الحديث في الغرباء في آخر الزمان والغريب هو الذي يعيش مع غير جنسه الغريب هو الذي يعيش مع غير جنسه فالصالحون في آخر الزمان يعيشون مع غير جنسه لذلك صاروا غرباء جاء في تفسيرهم كما سبق الذين يصلحون إذا فسد الناس وجاء في هذا الحديث الذين يزيدون إذا نقص الناس يعني تمسكون بالدين إذا الناس نقصوا من الدين هم ما ينقصون دينه وكل الروايات لا تختلف يجمعون هذه الأوصاف الغرباء يجمعون هذه الأوصاف قال والتنمذي من حديث كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من سنتي هذا في التفسير ما أفسد الناس من إيش من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يبينون السنة إذا جهلها الناس أو تساهلوا فيها يبينونها للناس نعم يعني يحتفظون بالسنة نعم قال الأوزاعي في معنى الحديث أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد ألو زاعي أحد الآيما الكبار من أهل الشام رحمه الله يفسر هذا الحديث يقول الغرباء هم الذين يتمسكون بالسنة تمسكون بالسنة إذا تركها الناس حتى ولو لم يكن في البلد إلا واحد فهو أهل السنة وهو الغريب يقول والله بصير مع الناس أنا منعزل عنه لا أصبر تمسك بالسنة وأصبر ولو كنت وحدك أنت الجماعة وأنت أهل السنة نعم قال وفي المسند عن عبادة رضي الله عنه أنه قال لرجل من أصحابه يوشك أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوشك يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت نعم يرخص على الناس اللي يتمسك بالسنة في آخر الزمان يرخص على الناس مثل ما يرخص عليهم رأس الحمار الميت من الزهد بالسنة وأهلها لكن المسلم يصبر على هذا يصبر على الدين يصبر على السنة ولا ينخرط مع الناس أو ينظر لرضاهم إنما يتمسك بالسنة النبوية وسيلقى مشقة ويلقى غربة ويلقى أذى لكن يصبر على هذا نعم ولو رخص على الناس لو رخص على الناس وعيروه وسبوه ووصفوه بالتشدد ووصفوه التكفير ووصفوه بأي وصف ما يهمه مدام أنه على السنة وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر نعم قال والي البخاري عن الزبير بن عدين أنه قال أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج أتينا أنسا أنسا بن مالك يعني خادم الرسول صلى الله عليه وسلم شكونا إليه ما يجدون من ظلم الحجاج الحجاج أمير من أمر بني أمية أمير على العراق من أمر بني أمية وهو ظالم وشديد عنده قسوة فشكوا إلى أنسا بن مالك ما يلقون من ظلم الحجاج وقسوته عليهم نعم فقال اصبروا اصبروا على ظلمه على قسوته نعم فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان هذا محل الشائف لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه يتحول الناس شيئا فشيئا كل أهل فترة أسوأ من اللي قبلهم حتى يصبح الدين غريبا في الناس في آخر الزمان هذا الحديث فيه أنه كل ما تأخر الزمان اشتدت الغربة كل ما تأخر الزمان اشتدت الغربة لأهل الدين عليهم بالصبر نعم يعني فأنس رضي الله عنه أمرهم بالصبر على الحجاج أمرهم بالصبر على الحجاج وهذا فيه دليل على الصبر على ظلم الولاة وإن جاروا وإن ظلموا لأنه فيه هذا جمعا للكلمة جمعا للكلمة واستقرار للأمن والخروج على ولي الأمر يسبب الشر والفتنة يسبب سفك الدماء وضياع الأمن فهو أشد مما من صبرهم على ظلم الراعي ظلم الراعي نعم ما في شك أنه ظلم الراعي لا يجوز لا يجوز لكنه أخف أخف من ضياع الكلمة واختلال الأمن وسفك الدماء الخروج عليه نعم الصبر على ظلمها أخف من الخروج عليه وانفلات الأمر نهائيا نعم هذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما كما يلقاه نعم قال ولي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله ما هو قال القتل القتل ألا في آخر الزمان في آخر الزمان تزيد الفتن وتشتد ماذا نعمل الصبر اصبروا تمسكوا بدينكم واصبروا هذا هو الحل ما لكم غير الصبر على الدين ولأنه ورد أنه القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر بشدة ما يلقى بسبب تمسكه بدينه يلقى من الناس الأذى والمضايقة وغير ذلك من الأنواع الأذى يصبر ما في حل للصبر نعم قال رحمه الله تعالى قال ولي مسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان نعم في آخر يعني تقارب الزمان ينشغلون الناس ويمر الوقت عليهم بسرعة مثل ما هو مشاهد الآن ها شاء الله سبوع وراء السبوع على طول ما هذا من تقارب الزمان نعم لأن الناس مشغولون بالدنيا ومشغولون بال التجاراتهم ومشغولون بمظايفهم ويروح الوقت ما دريهم نعم وينقص العمل ينقص العمل هذا محل الشاهد ينقص عمل الناس العمل الصالح يعني ينقص العمل لأنه ما يجتمع ما يجتمع العمل الصالح مع الانشغال بالدنيا لازم بعضا حدا يقضي على الثاني أو أو يغلب عليه الذي ينشغل بالدنيا يخف عليه الدين والذي ينشغل بالدين تخف عليه الدنيا نعم ويلقى الشح الشح يعني مساك المال وعدم الإنفاق في سبيل الله نعم وتظهر الفتن تظهر الفتن اللي هي الفتن في الدين يعني الفتن فتنة المال فتنة النساء فتنة تساهل في أمور الدين فتنة تشبه بالكفار هذه فتن كلها تكثر نعم ويكثر الهرج الهرج هو القاتل يعني سفك الدماء والعياذ بالله الفتن إذا جاءت الفتن وتفرق الناس بدل الجماعة تفرقوا حصل بينهم القتال وقاتل بعضهم بعض كما ومشاهد نعم فلا أمان إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاع نعم نعم قالوا يا رسول الله ما هو قال القتل القتل الهرج يعني القتل القتل يعني يكثر القتل إذا كثر الخلاف تفرق الناس قتل بعضهم بعضهم وهذا من مفاسد ترك الجماعة نعم قد رحمه الله تعالى باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه هنا من هاجر من وطنه بدينه خر بدينه من وطنه وطنه محل شر هجره وسافر إلى بلد أحسن لتمسك بدينه يبقى ولا يرجع لا يرجع ولو زان بلده ما يرجع إليه يبقى للهجرة ولذلك الصحابة لما هاجروا إلى المدينة فرارا بالدين من مكة لما فتحت مكة ودخلت في ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم أهلها الصحابة لم يرجعوا إليها لم يرجعوا إليها من أجل الهجرة تبقى لهم الهجرة نعم وله عن سلمك ترك وطنه لله ترك شيئا لله لا يرجع ليه نعم وله عن سلمة أعد باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه المهاجر نعم قال وله عن سلمة وقد قال له الحجاج أرضت على عقبيك قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذي لنا في البدو ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذينا لنا في البدو البدو يعني بدل الحاضرة كن مع البدو مع الأعراض إذا احتاج إلى هذا مثل ما سبق أنه قونه يرعى غنم في الجبل أحسن منه يبقى في البلد الذي فيه شر فيه يفر بدينه من البلد الذي فيه شر ولو يرعى الغنم ولو يعيش وحده يمسك بدينه نعم قال رحمه الله تعالى بابه إذا التقى المسلمان بسيفيهما تحريم القتل بين المسلمين لا يجوز القتل بين المسلمين ولو اختلفوا ما يتقاتلون لأنهم أخوة لأنهم أخوة فلا يتقاتلون من أجل المال من أجل من أجل العصبية من أجل إخوة إنما المؤمنون إخوة والأخ لا يقتلوا أخاه في الإسلام وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما ما تخلونهم يتقاتلون أصلح فإن بغت إحداهما على الأخرى ما تقبل الصلح تريد أنه تقتل فقاتلوا التي تبغي قاتلوها حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعب ما يتركون يتقاتلون بل نفصل بينهم نصلح بينهم وإذا قبلوا فالحمد لله إذا لم يقبل فالذي لا يقبل يقاتل من أجل منع الفتنة بين المسلمين يجب أن هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتن نعم قال وللبخاري عن الأخنف أعيد الحبيب أن تسرع بل نعم بابه إذا التقى المسلمان بسيفيهما بسيفيهما كل واحد يبي يقتل الآخر مسلمان مسلمان كل واحد يبي يقتل الآخر حرام هذا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه تعاقب على نيته نعم قال وللبخاري عن الأحنف أنه قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد يا أحنف فقلت أريد نصرة ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علي رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين أهل الشام وبين علي بن أبي طالب الخليفة الرابع بعضهم انضم إلى بعض المسلمين انضم إلى علي نصرة لابن عم الرسول وبعضهم انضم إلى جيش الشام مع معاوية كل الفريقين مسلما مسلمون أهل الشام والذين معاوية كلهم مسلمون هي قتال بين المسلمين قتال بين المسلمين في فتنة نعم يعني علي رضي الله عنه فقال لي يا أحنفرجة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار نعم هذا هذا أبو بكره رضي الله عنه لقي هذا الرجل لما حصلت الحرب علي ومعاوية رضي الله عنهما علي على أنه الخليفة معاوية يطالب بقتل عثمان بطالب الذين قتلوا عثمان يريد القصاص منهم كل واحد مجتهد كل واحد من الصحابيين مجتهد رضي الله عنهما هذا على أنه خليفة وهم خرجوا عليه وهؤلاء على أنهم يطالبون بدم عثمان الذين قتلوه يريدون القصاص منهم فخرج هذا الرجل يريد أن ينظم إلى علي إلى علي الخليفة فلقيه أبو بكره سأله من تريد قال أريد نصرة إذن عم رسول الله هذا حق طيب لكن لما كان فيه فتنة بين المسلمين قال له ارجع ارجع لا تدخل في الفتنة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقصول في النار نعم قال ارجع نعم فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال عهد الحديث عهد الحديث نعم قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل نعم فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد يا أحنف فقلت أريد نصرة ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني عليا رضي الله عنه نعم فقال لي يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار نعم فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول هذا القاتل في النار لأنه قتل لكن المقتول ليش ليش صار في النار وهو مقتول نعم على نيته دخل النار بنيته لأنه ينوي قتل صاحبه لو حصل نعم فهذا فعل القتل وهذا ناو للقتل بدليل على أن الإنسان يؤاخذ على النية نعم قال إنه أراد قتل صاحبه إنه أراد قتل صاحبه القتل كان يريد قتل صاحبه فيعاقب على نيته العياذ بالله هذا الحديث فيه أن الإنسان لا يدخل في الفتنة بين المسلمين يعتزل الفتنة مهما يمكنه ذلك إن حصل يصلح بينهم هذا مطلوب إذا ما حصل يصلح بينهم ويتجنب القتال ولا يدخل مع هذا ولا مع هذا ما قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل قال الهرج القاتل والمقتول في النار أنا أتي على الناس يوم يعني فتنة بين المسلمين تقاتلون ولا يدري القاتل وش السبب أنه قتل هذا المسلم والمقتول لا يدري سبب قتله يعني فتنة ما معه شعور لأن الفتنة إذا اشتعلت لا صعب اطفاؤها لكن قبل تشتعل يمكن تلافية لكن إذا نشب العياذ بالله الفتنة صعب إطفاء الفتنة فيقتله ما يدري أشلي أمامه ولا من قتل هذا فيه شر الفتن والعياذ بالله وفيه أن المسلم يتجنب الفتن ولا يدخل فيها بين المسلمين نعم إنما يكون يصلح بينهم إذا ما يمكن يعتزل يعتزل الفتنة يبعد عن نعم قال رحمه الله باب هلاك الأمة بعضهم ببعض هنا هلاك الأمة بعضهم ببعض في آخر الزمان يهلك بعضهم بعضا للفتن لا لشيء إلا للهواء والعصبية والله وعلى الأسباب نعم قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله سعى الله عليه وسلم إن الله زواري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض قال ابن ماجه يعني الذهب والفضة وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد قضيت قضاء فإنه لا يرد يا محمد نعم يا محمد إني قضيت هذا عندي قضيت نعم طيب يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد إذا قضيت قضاء قدرا يعني القدر نعم وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا هذا الحديث من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض جمع الأرض لمحمد صلى الله عليه وسلم جمعها له مشارقة ومغاربها حتى إنه صلى الله عليه وسلم نظر إليها نظر إلى الأرض كلها بهذه الصورة التي زواها الله له الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير وإنه سيبلغ ملك أمته من بعده ما زوية له من الأرض وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فأمته ملكت مشارق الأرض ومغاربها بالفتوحات والدعوة إلى الله تسعت مملكة المسلمين على المشارق والمغارب هذا تحقق وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطي الكنزين أعطي الكنزين الأبيض والأصفر هذا إشارة إلى فتح فارس والروم لأنهم عندهم الكنود فالفضة هذه للفرص والذهب للروم وسترثه هذه الأمة ترث الكنزين الذهب والفضة التي عند الروم وعند الفرص ففيه إشارة إلى سقوط دولة الفرص وسقوط دولة الروم بيد المسلمين وقد حصلت هذه أيضا حصلت هذه أيضا سقطت دولة الفرص ودولة الروم وأخذ المسلمون كنوزهم وأموالهم وأنفقوها في سبيل الله عز وجل كما في خلافة عمر رضي الله عنه طيط الكنزين الأبيض والأصفر ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سنة دعا ربه في ثلاث دعوات استجاب له في ثنتين ومنعه من الثالثة الأولى ألا يهلكها بسنة يعني بجدب جدب عام في الأرض ألا يهلكها بسنة هذه السنة معناها الجد معناها الجد بتسمى السنة قد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالجد أجدبت الأرض عندها بسنة بعاما نعم يحصل الجد في بعض البلاد دون بعض أما أن تجدب كل بلاد المسلمين هذا استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحصل الجد في كل بلاد المسلمين بل يحصل في بعضها استجاب له في هذه أن لا يهلكهم بسنة يعني بجدب عام عام الدعوة الثانية أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أمهس من الكفار ما يسلط الكفار على المسلمين يستأصلوهم جميعا أعطى الله رسوله هذا أنه ما يسلط الكفار على المسلمين حتى يزيل الإسلام والمسلمين من الأرض لا بد يبقى من المسلمين لا بد يبقى من الإسلام شيء أما التسليط العام لا هذا استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أمهسهم الثالثة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يسلط المسلمين بعضهم على بعض فمنع الله ذلك منع ولم يستجب له أنه سيحصل بين المسلمين تسلط بعضهم على بعضهم فتنة هذا محل الشاهر من الحبيب أنه سيحصل بين المسلمين قتال وشروا فتنة بينهم وهذه هي المخيفة هذه هي المخيفة نعم أحسن الله لكم وإن الله وإن الله زوالية عيد الحديث نعم انتبهوا حديث عظيم هذا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالية الأرض الله على كل شيء قدير يعني صغرها صغر الأرض أمام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صارت في مشهد الرسول يساهدها كلها نعم فرأيت مشارقها ومغاربها نعم فرأيت مشارقها ومغاربها هذه معجزة هذه واحدة آية واحدة نعم وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوية لي منها هذا الثاني المعجزة الثانية أخبر أن أمته ستملك ما زوية له من المشارق والمغارب قد حصل نعم وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض الأحمر اللي هو كنوز الروم والفارس والروم الأبيض والأحمر يعني الذهب والفضة نعم قال ابن ماجه يعني الذهب والفضة نعم وإني سألت ربي لأمتي ألا يخلقها بسنة بعامة يعني بجد عام نعم وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم هذه الثانية هذه المسألة الثانية والثالثة فاستبح بيضتهم نعم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أخلقهم بسنة بعامة هذه المسألة الأولى استجاب الله نعم وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم هذه الثانية استجابها الله نعم فاستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها من بأقطارها ما يستطيعون يزيلون الإسلام مهما بلعوا الإسلام سيبقى سيبقى الإسلام إلى أن تقوم الساعة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خل لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى فالإسلام ما يزول نهائيا من الأرض سيبقى استجاب الله لرسوله هذا نعم أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم حتى هذه المسلمين الأخيرة هذه إنما بعضهم يتصلت على بعض تحصل الفتنة بينهم هذه الله منعها ولم يستجب نعم ويسبي بعضهم بعضا نعم فإذا حصل أن بعضهم يقتلوا بعضا ويسبي بعضهم بعضا المسلمين بينهم فهذا سيحصل وسيقع نعم أحسن الله وليكم وبركة فيكم نبدأ أكمل 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 قال رحمه الله زاد أبو داود وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين هنا ماذا ما خاف هو الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة المضلين من علماء الضلال ودعاة الشر الدعاة دعاة الضلال ودعاة الفتنة وما أكثرهم تسموهم بالدعوة إلى الدين وهم يدعون ضد الدين يلبسون على الناس هذا لا خطر والعياذ بالله خطر على المسلمين هذه واحد يخاف الرسول منهم نعم وإذا وضع السيف في أمتي وهذه الثانية إذا وقعت الفتنة فإنها تستمر فيهم وقد وقعت بقتل عثمان رضي الله عنه لما قتلوا عثمان انفتح باب الفتنة على المسلمين ولا يزالون إلى أن تقوم الساعة والفتن بينهم نساء الله العافية نعم وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة هذا المشكلة خطيرة هذه نعم ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين هذه بعد مسألة عظيمة والردة يرتد كثير من المسلمين في آخر الجمان يلحقون بعبدة الأوثان وهذه حاصلة كثيرا الذين يرتدون الآن عن الدين ويتبعون الفارس والروب ويمدحونهم يتعلقون بهم ويعظمونهم وأنهم هم العرب وهم هم الناس وهم اللي عندهم الحضارة وعندهم الرقي والتقدم ولا ينظرون إلى دينهم ينظرون إلى ما معهم من الدنيا والفتنة ويرتدون عن الدين والعيزة يقولون هذا دين ما بو خير هذا ولا ما هم على دين وشو وش صار والآن يقولون هذا الدين هذا حاجزنا عن الرقي والتقدم والحضارة ما تسمعون هذا هذا واقع الآن يزهدون بالدين ويقولون أنه اللي يعوق المسلمين الدين ما عوق المسلمين الدين يحث على طلب الرزق يحث على الصناعة وعدوا لهم مستقاتهم من قوة يحث لكن المسلمين تكاسل الذنب ذنب المسلمين أو الذنب الدين لا هم قلوبوا على الدين الآن يقولون الدين هو اللي يخره نعم وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان يعود تعود عبادة الأوثان في هذه الأمة يقولون يقولون لا ما يمكن المسلمين ما يرتدون عن الدين ما يمكن وعبادة الأصنام هذه ما هي بشرك هذا توسل إلى الله يسمونه توسل إلى الله يعبدون الأموات يستغيذون بهم يقولون لأنهم يقربون إلى الله زلفة ويسفعون لنا عند الله يسمونه بهذا يسمونه الشرك بهذا الإسم هذه فتنة عظيمة نعم وأنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون هذه أيضا مصيبة أنه يظهر ناس يدعون النبوة ولا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد وخاتم النبيين الله جل وعلا قال ولكن رسول الله خاتم النبيين أنا خاتم النبيين لا نبي بعد فاللي يصدق من يدعي النبوة كافر اللي يصدق من يدعي النبوة بعد الرسول يكونوا كافرا نعم والعياذ بالله لأن النبوة ختمت نعم كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي لا تصدقهم لا تصدقوا ألا يدعون النبوة نعم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين هذه البشرة هذه البشرة بعدها الفتن والشرور الحمد لله الدين باقي مع الفتن والشرور الدين باقي لكن من يتمسك به هذه هي الميمة يتمسك به احتاج إلى صبر تاج إلى علم تاج إلى ثبات نعم ولذلك يقل التمسك به نعم على الحق الظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله نعم والله حديث عظيم هذا جدا نعم قال ولي مسلم يك أحسن الله إليكم ومبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين